اشتركوا في القناة ايجاد المساحة تحت المنحنة الطبيعي المعياري ايجاد الاحتمالات باستعمال التوزيع الطبيعي ايجاد فترات محددة من البيانات لاحتمالات معطى باستعمال التوزيع الطبيعي المعياري التوزيع الطبيعي يسمى التوزيع الاحتمالي لمتغير متصل التوزيع الاحتمالي المتصل من اكثر هذه التوزيعات استعمال هو التوزيع الطبيعي وفيما يلي خصائص هذا التوزيع خصائص التوزيع الطبيعي التمثيل له منحنة يشبه الجرس ومتماثل بالنسبة للوسط يتساوى فيه الوسط والوسيط والمنوال وتقع في المركز المنحنة متصل يقترب المنحنة من محور اكس ولكنه لا يمسه المساحة تحت المنحنة تساوي واحد او مئة بالمئة يعتمد شكل التوزيع الطبيعي لمتغير عشوائي على الوسط ميو والانحراف المعياري سيجما نلاحظ في هذا الشكل ان الوسط للتمثيل البيانيين اللي باللون الاحمر واللي باللون الازرق متساوين لكن سيجما تو اللي باللون الاحمر اكبر من سيجما وان فاللاحظ يتوسع المنحنة اللي باللون الاحمر نتيجة لزيادة قيمة الانحراف المعياري نلاحظ الشكل الثاني سيجما وان تساوي سيجما تو اي ان الانحرافين المعياريين متساويين لكن عندي الوسط لكل رسمة مختلف اذا التغير في الوسط يؤدي الى ازاحة افقية للمنحنة القانون التجريبي في توزيع طبيعي وسط هميو وانحراف معياري سيجما نلاحظ توزيع النسب تحت المنحنة في وسط المنحنة عندي النسب اربع وثلاثين بالمئة لو جينا للاطراف شوي عندي هني ثلاثة ونص مع ثلاثة ونص بالمئة في الاطراف النهائية تو بوينت ثري فايف بالمئة نلاحظ ان في نص المنحنة المسافة بين ميو زائد سيجما وميو ناقص سيجما هي ثمانية وستين بالمئة من المشاهدات تقريبا نلاحظ لو اخذنا المسافة شوي مع النسب اللي برا راح تكون النسبة خمسة وتسعين بالمئة من المشاهدات تقريبا بين ميو زائد تو سيجما وبين ميو ناقص تو سيجما لو اخذنا مع الاطراف اللي هما ميو زائد ثري سيجما وميو ناقص ثري سيجما باللاحظ ان النسبة تسعة وتسعين فاصلة سبعة من المشاهدات تقريبا مثال تتخذ اطوال الف طالب في احدى الجامعات شكل التوزيع الطبيعي بوسط مقدارة 175 سنتيمتر وانحراف معياري مقدارة 5 سنتيمتر السؤال الاول كم طالب يزيد طوله عن 185 سنتيمتر السؤال الثاني ما نسبة الطلبة الذي تقع اطوالهم بين 160 و180 حل السؤال الاول لإيجاد عدد الطلبة اللي تزيد اطوالهم عن 185 يجب ان نجد المساحة يمين المنحنة رح اطرح ال 185 القيمة اللي عطانيها من الوصل طلع لي 10 حيث يمثل انحرافين معياريين نلاحظ ان الوسط 175 اهني الوسط ناقص السجما 180 ميو ناقص تو سجما 185 ابغي عدد الطلاب اللي يكون اطوالهم اكبر من 185 اللي هي تمثل بالمساحة 2.5% اي بما ان 95% من المشاهدات تقع في انحرافين معياريين عن الوسط فان الذي يمثل 2.5 من المشاهدات لحساب نسبة الطلبة اللي تزيد اطوالهم عن 185 اهما 2.5% السؤال طالب عدد الطلبة وليست النسبة في الايجاد عدد الطلبة اللي اطوالهم تزيد عن 185 2.5 على 100 في عدد الطلاب الكل 1000 بيعطيني 25 إذن عدد الطلبة اللي تزيد اطوالهم عن 185 يساوي 25 طالب السؤال الثاني ما نسبة الطلبة اللي تقع اطوالهم بين 160 و180 تمثل المساحة المضللة في الشكل المجاور نسبة الطلبة اللي تقع اطوالهم نلاحظ من 180 اللي هي من الوسط زائد السجما الى 160 هي ميو ناقص 3 سجما هاي المسافة كلها رح اجمع المساحات تحت المنحنة اللي تقع بين ميو زائد سجما وميو ناقص 3 سجما اللي هي رح اجمع 2.35 بالمئة 13.5 بالمئة 68.5 بالمئة بيعطيني الاجابة 83.85 بالمئة إذن 84 بالمئة تقريبا من الطلبة تقع اطوالهم بين 160 و180 الدرجة المعيارية الدرجة المعيارية ممكن تحويل قيم المتغير في التوزيع الطبيعي الى قيم معيارية نرمز لها بالرمز زد والتي يمكن استعمالها لتحليل اي مدى من قيم التوزيع الطبيعي وتسمى قيمة زد الدرجة المعيارية وتمثل عدد الانحرافات المعيارية لقيمة ما عن الوسط قانون الدرجة المعيارية زد تساوي اكس ناقص ميو على سجما حيث اكس هي القيمة المعطى وميو هو الوسط والسجما هو الانحراف المعياري مثال اوجد قيمة زد اذا كانت السجما 2.6 والوسط 22 والأكس 19 باستخدام القانون صيغة الدرجة المعيارية زد تساوي اكس ناقص ميو على سجما بالتعويض المباشر عن كل من اكس والميو والسجما بتطلع لي قيمة الزد سالب 1.15 مثال 2 اوجد قيمة اكس عندما سجما تساوي 1.3 والوسط 64 والزد 2.3 باستخدام قانون صيغة الدرجة المعيارية رح اعوض عن الزد والميو والسجما لإيجاد اكس رح اضرب طرفين في وسطين واوجد الناتج 1.3 رح اضربه في 2.3 والواحد في اكس ناقص 64 بوجد ناتج الضر وبنقل الاربع وستين الطرف الثاني فبتطلع لي قيمة الاكس 66.99 التوزيع الطبيعي لكل توزيع طبيعي لمتغير عشوائي وسط وانحراف معياري وحيدان يؤثران على موقع المنحنة وشكله لذلك هناك عدد لا نهائي من التوزيعات الاحتمالية الطبيعية وترتبط كلها بتوزيع واحد لهوى التوزيع الطبيعي الذي يكون وسطه لميو قيمة صفر والانحراف المعياري السيجما قيمة واحد نلاحظ كما في الشكل الوسط صفر وهني ميو زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة السيجما وهني ميو ناقص سيجما ميو ناقص تو سيجما ميو ناقص ثري سيجما النسب داخل المنحنة بنفس الطريقة مساحة الكلية تحت المنحنة هي واحد او مئة بالمئة المساحة تقريبا تقع بين زد تساوي ثلاثة وبين زد تساوي سالب ثلاثة التوزيع متماثل قلنا مثل قبل شوي ان الوسط مقدارة صفر والانحراف المعياري مقدارة واحد نلاحظ ان المنحنة يقترب من محور اكس ولكن لا يمس اي لا يقطع مثال اوجدي المساحة تحت المنحنة الطبيعي المعياري لقيمة زد تساوي point four two على اليسار نرسم المنحنة ونحدد موقع الزد طبعا هنا وهو الميوم موقع الزد بما انها موجبة فراح تكون في الجزء الموجب زد point four two السؤال قال لي جهة اليسار على اليسار فراح اظل للمنطقة جهة اليسار احنا نعرف ان المساحة تحت المنحنة كلها تساوي واحد فنص المسافة هذه المسافة هي عبارة عن نص الآن اوجد المساحة في هذه المنطقة من الوسط الى مقدار زد point four two رح استخدم الجدول لإيجاد قيمة المساحة رح استخدم جدول التوزيع الطبيعي المعياري لاحظ هذا الجدول في قيم زد رأسي وافقي لتكوين القيمة قيمة زد في السؤال كانت point four two point four وpoint zero two لو جمعتهم بيعطيني زد تساوي point four two بروح اللاحظ يتلاقون عند القيمة point one six two eight اذا المساحة هي point one six two eight المساحة اللي تقابل قيمة زد تساوي point one four هي point one six two eight من الجدول فقط هذه المساحة احتاج اوجد منطقة المساحة المضللة كلها هذه قيمتها قلنا مثل ما قلنا قبل شوي point five وقيمة المساحة بين الميو وبين point four two هي point one six two eight فرح اجمع المساحتين لإيجاد مساحة المنطقة المضللة point six six two eight ايجاد قيم زد المرتبطة بمساحة معطا مثال اوجد فترة لقيم زد ترتبط بالمساحة التالية السؤال خمسين بالمئة من منتصف توزيع البيانات خمسين بالمئة تكون بالمنتصف بهذا الشكل جهة اليمين خمسة وعشرين بالمئة جهة اليسار خمسة وعشرين بالمئة فرح استعمل الجدول لإيجاد المساحة اللي تقريبا تساوي point two five رح اروح الى الجدول وابحث في الارقام اللي مكتوبة الى رقم point two five اذا ما حصلت نفس الرقم ابحث عن رقم قريب الي اللي هو point two four eight six وبوجد قيمة z من هني عندي point six وفوق عندي point zero seven اذا المساحة point two five تقابل في الجدول قيمة z point six seven وحيث ان التوزيع الطبيعي متماثل فقيمة z بتكون هنا point six seven والجهة اليسار بالمقابل سالب point six seven حيث ان z محصورة بين سالب point six seven وpoint six seven في الفترة التي تمثل خمسين بالمئة من منتصف توزيع التمثيل البياني ايجاد الاحتمالات اذا كانت درجات احد امتحانات الرياضيات لنهاية الفصل موزعة توزيعا طبيعيا وفيه الوسط قياسة ثمانين والانحراف المعياري قياسة خمسة فوجدي الاحتمالات المطلوبة وارسم المساحة تحت المنحنة والمرتبطة بالاحتمال السؤال الاول بي محصورة اكس سبعين اصغر من اكس اصغر من خمسة وثمانين فالاكس محصورة بين سبعين وبين خمسة وثمانين الخطوة الاولى رح اوجد قيمة الزد لما تكون الاكس تساوي سبعين بالتعويض عنها في القانون فقيمة الزد تساوي سالب الثنين رح اوجد الزد لما تكون قيمة الاكس الثانية خمسة وثمانين فالزد بالتعويض في القانون طلعت واحد رح ابحث عن هذلين الدرجتين في الجدول انتقل الى الجدول ابحث عن قيمة زد تساوي سالب الثنين وابحث عن قيمة زد تساوي واحد هذه قيمة زد تساوي واحد وهني قيمة زد تساوي اثنين لو جيت ارسم المنحنة الواحد جهة اليمين زد تساوي واحد جهة اليمين وزد تساوي سالب اثنين جهة اليسار فان الاحتمالات اللي تقع بينهم رح اجمع اللي طلعت لي 0.4772 زائد 0.3423 بيعطيني الناتج 0.8185 اي بما يعادل 81.85 بالمئة السؤال الثاني بي اكس اكبر من او تساوي 86 فرح اوجد الخطوة الاولى قيمة زد لما يكون عندي الواسط 80 والسيجما 5 والاكس 86 بعوض باستخدام القانون فبوجد الزد قيمتها 1.2 رح ابحث في الجدول عن قيمة الزد 1.2 قيمة الزد هي 0.8 0.3849 نجد المساحة المقابلة للزد تساوي 1.2 هي 0.3849 لو جينا نلاحظ المساحة السؤال اكس اكبر من او تساوي 68 اكبر من معناتها جهة اليمين فهذه هي المساحة مساحة المنطقة المضللة او المساحة المطلوبة لكن القيمة اللي انا اوجتها هي المساحة بين الوسط وبين الزد 1.2 اللي هي 0.3849 9 نتائج 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 اختبار القبول في قسم الرياضيات في احدى كليات العلوم موزعة توزيعا طبيعيا وفيه وفيه مو تساوي 65 والسيجما تساوي 8 اذا رغب سلطان ان تكون درجته اعلى من اعلى العشرين بالمئة من الدرجات فما هي الدرجة التي يجب ان يحصل عليها لإيجاد اعلى العشرين بالمئة من الدرجات فأوجد درجة الاختبار التي تفصل اعلى عشرين بالمئة من المساحة تحت المنحنة الطبيعي المعياري رح استعمل قيمة زد لإيجاد النسبة 30% لاحظ في هذا الشكل اعلى عشرين بالمئة تكون على الطرف لما استخدم الجدول لإيجاد قيمة زد اوجد المساحة للي تكون بينها بين الزد وبين الوسط الصفر احنا قلنا ان المساحة تحت المنحنة هي 100% فنص المساحة هي عبارة عن 50% اذا كانت هذه 20% فالناتج الباقي 30% فرح استعمل الجدول لإيجاد النسبة 30% او 0.3 لما احاولها الى عدد نروح الى الجدول نلاحظ انه 0.300 ما حصلتها بس في عندي رقم قريب جدا الي الى هو 0.2995 فقيمة الزد المقابلة لي 0.8 وفوق عندي 0.04 فالزد تساوي 0.84 استعمل صيغة الدرجة المعيارية لإيجاد درجة الاختبار المطلوبة باستعمال القانون رح اعوض عن الزد واعوض عن الميو وعوض عن السيغما لإيجاد الاكس باستعمال الطرفين في وسطين وبالتبسيط بإيجاد قيمة اكس تساوي 71.72 أي يحتاج سلطان للحصول على الدرجة 72 على الأقل لتكون درجته من أعلى 20% من درجات الاختبار تمنياتي لكم بأطيب الأمنيات وبالتوفيق والنجاح اشتركوا في القناة